عايزك برضو تكلمين على الأمراض التمثيل الغذائي زي الفرايل كيتينيوريا والحاجات دي كأمراض راسية بنعمل لها ايه في الأكل برضو؟ الأمراض اللي فيها سبب تمثيل غذائي بيبقى نقص إنزيم معين أثناء الهضم أو عملية الميتابوليزم بتاعة الأحماض الأمينية أو المواد النشوية أو المواد الدهنية يعني هي بتعتمد على النوع الإنزيم اللي نقص فأنا دلوقتي عملت بلوك للطريقة فأنا دلوقتي عندي فينايل الألانين كتير وما عنديش تيروزين طيب الفنايل الألانين ده موجود فين؟ موجود في كل البروتين الحيواني اللي احنا بناكله فبقول المرضى دولة للأسف الشديد بيبقوا فعلا ممنوعين ان هما يكلوا البروتين الحيواني عشان ما تراكمش عندهم الفنايل الألانين وحنا لها نيفل معين ومفروض انها من 2 ل 6 ميلي جرام فاحنا بنقول لهم الاكل اللي انا محتاجاها ان انا اقللها ابقى بنسبة 25% طيب 25% دول اللي هما ايه بما يوازي قطعة لحمة اضارة 50 جرام ودي طبعا كمية قليلة وبذات للأطفال مينفعش للأطفل يقولك انا نفسي في ده ونفسي في ده فأدي له قوله لا ما ينفعش انت حتى قد كده فده بيبقى صعب للأطفال فاحنا بنديهم بدائل فيها برضو الفنايل الألانين بس بكمية تكون الوجبة نفسها تكون كبيرة فبس تعيد عنها بايه ممكن البطاطس ممكن الخضار عموما سواء كان بطاطس اللبن اه بالضبط الكلام ده كله اللبن نفسه برضو ممنوع في الحالات ده هي لان اللبن فيه بروتين اللي هو الفنايل الألانين فانا بقولهم شرش اللبن شرش اللبن من ضمن الحاجات لازم تتشرب لكن اللبن لوحده ما ينفعش فيه قيمة غزائية عالية خدت البروتين موجود عند القلبين او موجود كمكون في الصيدليات طيب ايه عالجنب التاني انت عايزة تعوض التيروزين اللي مجاش من الفنايل الألانين بسبب عدم التحول ما هو ده كمية البروتين بقى اللي انا بقولها اللي هي البدائل بتاعتها هتديني التيروزين كحمد اميني كحمد اميني انا بعوض منه لان الخطوة كلها في الفنايل الألانين اللي بيتراكم عندي في الجسم فيه حاجات تانية زي مثلا الجالاكتوزيميا ده برضو مرض راسي نتيجة ناقص انزيم في النشوية او في الكربوهيدرات طيب دول بنقولهم ايه في انزيم معين ناقص في الكربوهيدرات لا تهضم لا تمثل غزائية مشكلتها انها الجالاكتوزة بتاع اللبن اللي هما الاطفال اللي الرضع بيخضعوه فبنقول الامهات طبعا المرض ده بيكتشف بدري جدا والامهات بنستعيد عنها اللي هما بياخد فورميلة حاجات جاهزة بنيديها اللي هي فول الصغير بديل لها ما فيهاش لبن بالظبط لانه عنده نقص في الانزيم اللي بيهضم نوع السكر اللي في اللبن ودولة لما يجبعوه للأسف الشديد ما ينفعش ياخدوا اي منتجات للألبان يعني الايس كريم ما ينفعش ولا جبن ينفع ولا حتى السوسات اللي بيبقى محطوط فيها لبن ما ينفعش حاجة فيها سامنة او زبدة فبنقولهم لو سمحتوا من الأكل بتاعهم يبقى معظمهم من الزبدة ده غير اللاكتوز انتولرنس اه دي حاجة تانية اللاكتوزيميا غير اللاكتوز اللاكتوز انتولرنس فيه جزء منه راسي وجزء منه بيبقى نتيجة امراض يعني معظم الناس اللي بيخشوا في دور اسهل بيجي على طول بيصاحب بعديها ان بيحصل نوع من اللاكتوز انتولرنس فنازم نحد من اللبن والجبن اكتر حاجة بنستعملها يقول الجبنة والزبادي مفيه مش مشكلة بيبقى المريض بيقدر يتعود عليها من غير مشكلة لانها برضو بتعتمد على كمية الانزيم اللي موجود اللي فاضل اللي بيخدم اللاكتوز وبيفرق بقى من طفل التاني من شخص للتاني ممكن ناس علبة الزبادي دي تمعلهمش مشكلة وفيه ناس تانية لو شربوا نص كوباية لمن برضو مفيش مشكلة ناس تانية لو شربوا رابعة كوباية لمن يخشوا في دور اسهل شديد جدا بردسة بقى بتفصل على المريض وعلى حالته كل التغذية بتفصل على المريض انا منع حاجة وبيدي كميات بديلة هنا بقى زيارة اخصائي التغذية العلاجية مهمة جدا تحديد السبب وتحديد العلاج تمام